السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى نهاية الجزء الرابع Nodes, Branches, Loops and Meshes ونبدأ بتعريف اللوب واللوب هو Closed Path in a Circuit يعني اللوب هو عبارة على مصار مغلق داخل الدارة الكهربائية فعلى سبيل المثال نأخذ هذا السيركوت فيه عندي مكون كهربائي برانش مثلا أسميها A, B, C, D و E إذن عندي المكونات الكهربائية لمعرفة اللوب في هذا السيركوت أو كم عندي من اللوب في هذا السيركوت مثلا سأبدأ بهذه النقطة وأنتقل في داخل هذا المصار المغلق إلى أن أرجع إلى نفس النقطة وبالتالي يكون هذا المصار مصار مغلق يسمى لوب رقم واحد وقلنا بدأنا بهذه النقطة فتكون هذه اللوب متكونة من البرانشز الآتي يعني هي B بدأنا بالB مررنا على السي ثم ماذا؟ ثم الآي ورجعنا إلى البي وتكون هذه هي اللوب رقم واحد نفس الشيء عندي كذلك هنا مصار مغلق لو أبدأ بهذه النقطة مثلا أنتقل ثم أرجع إلى نفس هذه النقطة وبالتالي كونت مصار مغلق سميته لوب رقم اثنان وهو يتكون من الاليمنت D لأنني بدأت من هناك E ثم ماذا؟ ثم C ورجعت إلى الD وألاحظ كذلك في هذا السيركت عندي كذلك مصار مغلق لو مثلا أبدأ بهذه النقطة أنتقل أمر على كل هذه المكونات ثم أرجع إلى نفس النقطة فتكون هذه تسمى هي اللوب رقم ثلاثة المصار المغلق رقم ثلاثة وهو بماذا بدأنا بالB يعني هي B ثم مررنا بالD ثم E ثم A ورجعنا إلى نفس هذه النقطة هي B وهذه اللوب رقم ثلاثة أما الآن الماش الماش وهو ما يعرف بالحلقة وهي عبارة على مصار مغلق بشرط أن لا يحتوي بداخله على أي لوب أخرى معه هذه الدارة على سبيل المثال كم تحتوي من لوب؟ عندي اللوب الأولى كما طبقت على المثال السابق هذه اللوب تسمى ماش وسميتها الحلقة رقم واحد لماذا سميتها ماش لأنها لا تحتوي بداخلها على أي لوب أخرى وكذلك نلاحظ أن الماش الثانية الماش الثالثة لو بدأت من هذه النقطة ثم أرجع والماش الرابعة كل هذه المسارات المغلقة هي في الأصل هي لوب صميت ماش لأنها لا تحتوي بداخلها على أي لوب أخرى على عكس هذه اللوب الكبيرة الخارجية فهذا اللوب الكبير بداخله لوبات أخرى وبالتالي لا يسمى هذا لا يسمى مش بل يسمى فقط لوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر